السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة ودائما كما عودناكم اخر الاخبار و اخر مستجدد فاليوم سنتحدث عن خبر ايقالة عزيزة خنوش رئيس الحكومة المغربي وتعويضه بمولاي حفظ كذلك سنرى بلا اسبانيا عاش 48 ساعة ديال الرعب عاش 48 ساعة وقع الرعب كبير وهي تنتظر شنو هو ردة الفعل او كيفاش المغرب غدير بعد خروج وزيرة العمل بدالك تصريح المستفيذ للمملكة المغربية فقوموا علي الاخوان موضوع شيق جدا دائما كنتمنى منكم انكم تدعموا هاد القناة بالضغط على زر اعجاب كذلك دعمونا بالبرتاج والاشتراك بالنسبة لأول مرة اشترك هاد القناة فعلى بركة الله نبدأ اصول بالموضوع ثم الامور اللي شغلة قاعد المغربة المغربة كاملين هما كينتاظرو لاننا هادي مودة وحنا كنصمعه تغيير حكومي علاش غلاء الاسعار مشكل اقتصادية الى غير ذلك فحسب الصحيفة يعني مصدر من الصحيفة مغربية اللي هي الصحيفة كتقول ان عزيزة خنوش مرشح بقوة لمغادرة الحكومة نهائيا فالحالة الصحية دياله واللي بانت وهو كيصلي صلات عيلة القدر رفقت صاحب الجلال محمد السادس حفظه الله واللي كيبان باللي هو مريض فعلى اين الى كان مريض فكنت منوليه الشفاء العجيل فعل موقع الصحيفة كيقول قد تكون المشاكل الصحية اللي كيعاني منها رئيس الحكومة عزيزة خنوش والتي ظهرت تأثيرها واضحا عليه يوم امس او يعني الاثنين خلال مرافقة الملك محمد السادس حفظه الله لاحياء ليلة القدر مدخلا مناسبا لاعلان اعفائه من رئاسة الحكومة وفق ما اصرت به مصادر سياسية للصحيفة واللي اكدت ان قضية تغيير الحكومة مطروحة بقوة على الطاولة وقد تشمل رئيس الحكومة ايضا في ظل عدم قدرته على مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة المغربية الشريفة وكشف مصدران حزبيين من احزاب الاغلبية كتقول للمعطيات تصب في الاتجاه نفسه مفادها بل الامر قد لا يقتصر على تعديل الحكومة فقط بل اضحى يتعلق بتغيير الحكومة برمتها بما في ذلك رئيسها عزيزة خنوش واتفق المصدران على ان الاسم المطروح حاليا على الطاولة ليس سوى حفيظ العالمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الاخضر والرقمي في الحكومة السابقة والذي لا تزال السبب عدم انضمامه لحكومة اخ نوش غير واضحة الى الان واوضح احد المصدرين للصحيفة ان الحالة التي ظهر بها اخ نوش خلال احياء ليلة القد رفقة الملك محمد السادس حافظه الله حيث كان يتحرك ويؤدي الصلاة بصعوبة في حضرة الملك محمد السادس وولي العهد الامير الحسن زادت من احتمال اعفائه باعتباره غير قادر على الاستمرار في مزاولة مهامه غير ان المتحدد شدد على ان هذا ليس السبب الرئيسي فالقصر لا زال ينتظر من اخ نوش واعضاء حكومته اخراج المغرب من غالاء الاسعار والخصص في المواد الغدائية فاما المصدر الحزب الاخر فقال ان حالة الاستياء من اداء اخ نوش على رأس الحكومة عامة بين قوسين خصوصا في ظل تقارير صادرة عن مؤسسات الدولة مثل المجلس الاعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط قائلا هناك اقتناع ان اخ نوش لم يكن يجب ان يكون رئيس حكومة اصلا واضاف ان افتقار اخ نوش للشعبية وعدم قدرته على التواصل الايجابي مع المواطنين سواء من خلال الحكومة او حزب التجمع الوطني الاحرار قد تنهي ولايته قبل موعدها ووفق المصادر او وفق المعطيات فان حافظ العالمي قد يشكل مخرجا دستوريا مناسبا فالامر كيتعلق بعضو في حزب التجمع الوطني الاحرار بالاضافة الى ان هو وزير يحظى بشعبية مهمة لدى المغاربة وطور الكثير من اليته التواصلية خلال تواجده فيها طيلة ثمان سنوات في تجربتي عبدالأيله بن كيران وسعد الدين العثماني لكن الشعبية والقدرة على التواصل ليس العاملين الوحيدين لداني يرجحان كفت رجل الاعمال الذي كان رئيسا للاتحاد العام لمقاولة المغرب خلال الفترة ما بين 2006 و2009 ولكن ايضا لان القصر في حال اقدام المالك على اعفاء اخنوش يريد شخصا عمليا قادرا على ايجاد حلول سريعة وفعال للازمة الحالية وهو امر سبق للعالمي ان برهن عليه خلال تدبيره القطاع الصناعي بالاضافة الى انه كان الوزير الذي يمسك او يمسك بمفاتيح التجارة ويتقن لغتها فالصيناريو اللي كي توقعه المصادر ان التغيير يبدأ باستقالة اخنوش من رئاسة حزب التجمع الوطني للاحرار وترشح العالمي لتولي هذا المنصب وهو الامر الذي لا يبدو معقدا قبل الاعلان عن اعفاء اخنوش وتكليف العالمي بتشكيل الحكومة الجديدة بما يضمن احترام الدستور وايضا العرف الذي يسير عليه الملك محمد السادس من خلال اختيار رئيس الحزب الاول او امينه العام ولا يعني ذلك ان رئيس الحكومة الجديد سيتخلص من كل الوزراء السابقين حيث ان هناك اقلية منهم سيستمرون في مهامهم او سيكلفون بمهام جديدة صراحة او على ما يبدو بالامل دي الحكومة الحالية انها تم الولاية دي الها ضائل جدا على الرغم انها مكونة من ثلاثة دي الاحزاء فقط هي اللي حصلت على المراكز ثلاثة الاولى في انتخابات 2021 تشريعية وقد حضب الاغلبية برلمانية ماريحة في الغرفتين ولكن لم تستطيع الوفاء بوعودها خاصة لكي تتعلق بالدولة الاجتماعية والوعد التي كان يكررها سعزيزة خنوج خلال الحملة الانتخابية كلها ذهبت اضراج الرياح وحلت محلها ازمات او ازمات متتالية لم تستطع الحكومة توقعها ولا التعامل معها بنجاحة وهذا الشي اللي خلا واحد صخت تجاهب بشكل غير مسبوق في ضرف سنة من ويليتها فهدي من جهة اخرى بيدرو سانتشيز يهدد وزيرة العمل ديالو بمصير بعدما حاولت انها تلعب بالنار وتجبد اسم المغرب وبحاجة ما تقدرش لها المغرب اليوم الذي يصبح يضرب له الف حساب وحساب 24 ساعة او اكتر 48 ساعة يا الاخوان واسبانيا عايشة على وقع رعب كبير وهي كتنتظر شنو هو ردت فعل ممكن جيم المغرب من بعد خروج وزيرة العمل ديالهم وقالت انها اذا اصبحت رئيسة الوزارة انها غدي تعطاف بالبوليزاريو الارهابية وما يسمى بتقرير المأصير في قضية الصحراء المغربية ادس بنيولا الاخوان واللي يبغى الشعب يصوط عليه سوم يشبدو المغرب ولكن المغرب راه سالة مع هاد البسالة ديالهم بيدرو سانتشيز رئيس المزارع الاسباني سابق الزمان واستدعى هاد الوزيرة لالعمل دياز وقال لها بالحرف الواحد كما جاء في العديد من المواقع الاسبانية هاد الشي اللي قلته ضد المصالح العلي للدولة الاسبانية وما تم بنائه بجهود خرافية اردت تدميره بكلامك او بكلمة واحدة واش عرفتي ما كانت المغرب الاستراتيجية لاسبانيا وان مسألة الصحراء عند المغربة هي مسألة حياة او موت ومالك تمثيلهم الصحراء المغربية راه ما كيعقلوش عليك هاد الوزيرة ما لقيت باش تجاوب ما لقيت باش تجاوب بيدرو سانتشيز سيوى انها تكلمت على هاد الموضوع بشكل شخصي قالت باللي هاد الشي رأيي الشخصي وماشي كوزيرة تعمل في الحكومة الاسبانية ان بيدرو سانتشيز طلب منها انها تصلح هذا الخطأ الفادح لانها بكل بساطة عضوة في الحكومة الاسبانية قالي ها تفكري شنو قح لقونزالي صلايا واللي على الرغم انها كانت ديبلوماسية رائعة جدا وكتتقن ستادي اللغات لكن ضيعت منصب ديالها بسوء تصرفها مع الجار اللي كتحتاج له اسبانيا اكتر ما كيحتاج اليها وايضا باش يبين على حسن النية دياله وخوف رد فعل مغربي الذي قد يعيد اسبانيا الى نقطة صفر بيدرو سانتشيز خرج امام البرلمان الاسباني وقال بالحرف المغرب بلد صديق ضروري للتنمية الاقتصادية الاسبانية وحليف اساسي لامننا القومي سانتشيز مرة اخرى دفع على هذا الامر خلال الجلسة البرلمانية على الرغم انه يواجه انتقادات لدعة لدرجة ان بعض الاسبان قالوا عليه بلي هو خائن للشعب الاسباني فاخواني اخواتي اليوم المغرب اصبح وارقة خاطيرة جدا كتقدرت بدل معادلة دير جوز قارات بلا ما نتكلموه على تأثير المغرب على المستوى العالمي فاليوم امن اوروبا كامل في يد المملكة المغربية الشريفة ومستقبل افريقيا هو الاخر بداء من المملكة المغربية الشريفة وبلا ما ننسوا ان المغرب اليوم بيده مصير العالم اجمع ولله الحمد المغرب يشد 70% من هذا الامر الغدائي للبشرية ما بين يده وطرابه فاخواني اخواتي تحية كبيرة للديبلوماسيا المغربية شكرا للحسن المتابعة شكرا لتتبع ديكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته